مرحب بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا أين يوجد حد الخمرة والسؤال من موقع إسلام وسؤال وجواب قصة يرويها الدعاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ابن عمر بن العاص لشربه الخمر إلى أن مات وقبل موته قال له عمر أخبر رسول الله أن عمر يقيم الحدود فما صحتها واحد بيسأل أن في قصة بيقولها الدعاء أن عمر بن الخطاب جلد ابن عمر بن العاص لشربه الخمر غير ما مات وقبل موته قال له لما تشوف الرسول قل له أن عمر بيقيم الحدود وبيسأل ماذا صحة الحديث وخلينا نشوف الإجابة الخبر لا يصح بهذا السياق بل السابت منه أنه كان لعمر بن الخطاب ولد اسمه عبد الرحمن وكان في مصر تحت إمارة عمر بن العاص فشرب عبد الرحمن خمرا فطلب من الأمير عمر بن العاص أن يقيم عليه الحد فأقامه عليه فسمع عمر رضي الله عنه بالحديثة فطلب ابنه فأتى إلى المدينة فأدبه فمات بعد زمن قريب فظن الناس أن موته بسبب هذا التأديم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ابن عمر فزعم الناس أنه مات من ضرب عمر ولم يموت من ضربه يعني فيه قاله أن الخبر اللي أنت جايبه ده مش صح لكن أن كان لعمر بن الخطاب ولد وده كان اسمه عبد الرحمن وكان في مصر ساعتها تحت إمارة عمر بن العاص فعبد الرحمن شرب الخمرا فعبد الرحمن هو اللي طلب من عمر بن العاص أنه يقيم عليه الحد فأبوه اللي هو عمر بن الخطاب سمع بالموضوع فطلب ابنه يروح له ولما راح عند أبوه قدبه وبعدها مات فالناس افتكرت أنه موتوا بسبب تأديم أبو لي ونكمل للإجابة قال أبو عمر جاء عن الشعبية عن يحيى ابن أبي كسير وهو شيء منقطع أن عمر ضرب ابنه حدا فأتاه وهو يموت فقال يا أبتي قتلتني فقال له إذ لقيت ربك فإخبره إن عمر يقيم الحدود وليس في هذا الخبر ما يقطع به على موته ولو صح وحديث ابن عمر أصح وده في كتاب الاستسكار وقال في كتابه الاستعاب وعبد الرحمن بن عمر الأوسط هو الذي ضربه عمر بن العز بمصر في الخمر ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض ومات بعد شهر هكذا يرويه معمر عن الزهري عن سلم عن أبيه أما أهل العرق فيقولون أنه مات تحت سياط عمر وذلك قطأ أو غلط وهنا أكد لنا أي خبر غير إن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطار طلب من عمر بن العص إنه يقيم عليه الحد وبعدها رحل أبو وأبو أدب ومات أي حاجة غير كده قلت وخلينا نكامل الإجابة وحديث ابن عمر الصحيح الذي أشار إليه ابن عبد البر هو ما رواه عبد الرزق في المصنف قال أخبرنا معمر عن الزهرية عن سلم عن ابن عمر قال شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارس وهما بمصر في خلافة عمر فسكرا فلما أصبح انطلق إلى عمر بن العص وهو أمير مصر فقال طهرنا فإن قد سكرنا من شراب شربناه فقال عبد الله فذكر لي أخي إنه سكر فقلت أدخل الدور وطهرك ولم أشعر إنهما أتى يا عمرا فأخبرني أخي إنه قد أخبر الأمير بذلك فقال عبد الله لا يحلق القوم على رؤوس الناس أدخل الدور أحلقك وكانوا إذا زاكا يحلقون مع الحدود فدخل الدور فقال عبد الله فحلقت أخي بيدي ثم جلتهم عمر فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمر إن أبعث إلي بعبد الرحمن على قطب ففعل ذلك فلما قادم على عمر جلده وعقبه لما كانه منه ثم أرسله فلبس شعرا صحيحا ثم أصابه قدره فمات فيحسب عامة الناس إنما مات من جلد عمر ولم يمت من جلد عمر وهذا الخبر رجال السقط وكلام ده في الإصابة وصحيح وهنا أنا عندي سؤال مين اللي اخترع موضوع حد السكر شوفوا معي الحديث بيقول إيه في سنة أبي داود كتاب الحدود أتي النبي بشارب وهو بحنين فحس في وجهه التراب ثم أرمع الأصحاب فضربوه بين عالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفى رسول الله ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد سمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كلاهما سمانين وأربعين ثم أثبتها معاوية الحد يعني غاية موت الرسول ما كانش في حاجة اسمها حد الجلد راح لواحد للرسول سكران وهو بحنين فحس في وجهه التراب يعني ضرب تراب في إشه وقال للصحابة يلا ضربوه فالصحابة ضربوه بالنعال بالحاجات اللي في رجليهم يعني والرسول ما جلتش شرب الخمر غاية ما بيت وبعد ما الرسول مات أبو بكر اخترع أربعين جلد وعمر زود وقال شمعنا أبو بكر أنا كمان أعمل أربعين بإيوه وثمانين وعثمان سبت الكلام دو وبإيوه وثمانين جلد بعد إيه بعد ما الرسول مات وشوفوا معايا المرجع اللي جاي من فتح الباري وشارح سهل المخاري بيقول إيه كتاب الحدود بيبدرب بالنعال بالجريد والنعال عن السائب ابن يزيد قال كنا نقطة بالشارب على أهد رسول الله وإمارة أبي بكر وصدران من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأردياتنا حتى كان آخر إمارة عمر فجلد أربعين حتى إز عطوا وفصقوا جلد سبانين يعني الحديث في البخاري كانوا بيعملوا إيه كانوا بيودوا السكران للرسول الإسلام فبيضربوا بأيديهم ونعالهم وهدمهم حتى توفي النبي يعني حتى توفي الرسول وهم ما كانوش بيجلدوا ما كانش فيه جلد وفي خلافة عمر كانوا برضو بيجيبوا حد في بداية يعني الخلافة ما كانش فيه حد لشارب الخمرة في الصدر الخلافة عمر جلد أربعين ولما زودوها راح أخلىها إيه ثمانين جلدة شوفوا معايا فتح الباري بشرح سهل البخاري بيقول إيه أن عمر استشار في الخمرة فقال له علي ابن أبي طالب نرى أن تجعله ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افطر فجلد عمر في الخمرة ثمانين وهذا معضل وقد وصله النساء والتحاوي عن طريق كل الأسماء اللي أنت هتشوفها قدامكم على الشاشة إن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله بالأياد والنار والعصر حتى تقف يمين طبعا الرسول فكانوا في خلافة أبي بكر أكتر منهم فقال أبو بكر لفرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد النبي فجلتهم أربعين حتى توفي ثم كان عمر فجلتهم كذلك حتى أتي برجل فذكر قصة وإنه تأول قوله تعالى ليس على الذين أمنوا عملوا الصلاحات جناح فيما طعموا وإن ابن عباس ناظره في ذلك واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى إذا ما اتقوا والذي يرتكب ما حرمه الله ليس بمتقي فقال عمر ما ترون فقال علي فذكره وزادة بعد قوله إذا هذا افتره وعلى المفتري سمان هنا جلت فأمر بيه عمر فجلت هو سمانين الصحابة اشتركوا في صناعة الإسلام وقاعدين يختروا حدود إزاي الرسول غاية ما توفى ما كانش فيه حاجة اسمع حد شرب خمرة والصحابة بيشرعوا كل واحد على مزاج واحد يقوله 40 التاني يقوله أنا أخليهم 80 هل كل اللي كان بيختروا دول بيجي لهم جبريل بعد موت الرسول وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة